بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة موداه علة الأنوار وعلة النفحات والبركات والفضل والنعمة هنجلس مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وياخد بأيدينا وإحنا بننتقل خطوة خطوة في الأيام المباركات ودنا شهر شعبان ودعنا شهر الرجب واستقبلنا شهر شعبان بنستقبل شهر شعبان وإحنا مليانين أنوار أنوار الشوء إلى رمضان بس لسه مليانين كمان أنوار الشوء لنفحات شعبان اللي احنا عايزين نمتلق بأنوار محدش يفتح لنا باب الأنوار جيه النفحات غير حضرة النبي إنما أنا قاسم والله يعطي فتعالوا نبدأ مع حضرة النبي ونسلم عليه زي ما احنا متعودين عشان نبقى في حضرته صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك وتم على حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليك يا رسول الله تعالوا نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كانت تحكي عنه السيدة عائشة فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول يا بي أنت وأمي يا رسول الله خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها هنا بقى أنا بحب طبعا لما نبتدي كلام عن شعبان أن أحب أن أهن حضراتكم من مناسبة هذا الشهر أهنكم بإيه؟ أهنكم بنفحات ألا إن الله في أيام دهركم لنفحات وشهر شعبان ده بقى كله أيام نفحات ويمكن ده السر اللي كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيصوم لما حد يسألني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيصوم ليه؟ شهر شعبان كله وإحنا بنقول اللهم بارك لنا في شعبان يبارك لنا في شعبان في إيه؟ في نفحاته وبلغنا رمضان ربنا يبلغني وإياكم رمضان إن شاء الله المعظم بالخير واليوم والبركات يا رب العالمين ستنا عائشة بتقول عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومين؟ يوسف لنا حال عبادة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم زي السيدة عائشة تحس إن السيدة عائشة لها برضو نظرة كده والحديث ده بيبين فقه السيدة عائشة وإزاي هي أدرة تفهم عبادة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومهم أوي مهم أوي الناس اللي بتكلموا على فهم السلف الصالح نبص على فهم السيدة عائشة لعبادة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فبتقول لم يكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً أكثر من شعبان يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر شهر بيصوم غير رمضان هو شعبان وطبعاً لأسباب كتيرة بس أنا حابب أن أقول ليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم شهر شعبان وليه كان هذا الشهر بصفة خاصة من جملة الأشهر كان يفعل فيها هذا مع أنه ممكن حضرت النبي كان يصوم مثلا زي الحجة ويستسني الأوقات الممنوعة منها الصيام زي يوم العيد وأيام التشريق ويصوم بقية الأيام بس ليه بقى؟ ليه؟ ليه كان بالتحديد شهر شعبان؟ إيه اللي في شهر شعبان؟ شهر شعبان يا سيدي شهر مختلف وشهر مهم جدا 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 في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ تعالوا نقول بس أن شهر شعبان ده بتتنزل فيه نفحات ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعودنا على أن هذا الشهر لا يترك فيه يوم ولا ساعة إلا وهو صلى الله عليه وسلم يحصل نفحات شهر شعبان وعشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه؟ كان بيصوم شهر شعبان عشان يتلقى النفحات التي في شهر شعبان رسول الله أول حاجة أول سر من أسرار صيام شهر شعبان أنه شهر ترفع فيه الأعمال فرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كده لما كان بيتكلم عن صيام اليومين في الأسبوع اليوم الأول قال وهو يوم الاثنين قال هذا يوم ولدت فيه واليوم الثاني اللي هو يوم الخميس قال هذا يوم ترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم طب شهر شعبان ده بيرفع فيه الأعمال يبقى حضرت النبي بيعلمنا القعدة وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم عشان لما يرفع عمل وهو صائم إيه اللي حاصل؟ يرفع عمل وهو صائم عن كل شيء ودوت زي ما قال سيدنا الحافظ ابن حجر لما قال أن حضرت النبي كان بيحب أن يصوم شعر شعبان لأنه ترفع فيه الأعمال فيحب أن يرفع عمل وهو صائم ليه بقى؟ ليه حضرت النبي كان يحب في الأوقات التي ترفع فيها الأعمال سواء الأسبوعية أو السنوية أن يرفع عمل وهو صائم لأن في الحقيقة الصوم في سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما روى عن رب العزة وده يجدنا في رمضان كتير بنتكلم في هذا الحديث في رمضان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن رب العزة أنه قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الصوم لي وأنا أجزي به فالصوم بيكون لله فلما يكون الإطار اللي مرفوع فيه الأعمال إلا حاصل هكذا حاله فيكون لله فما كان لله جاز عليه على قدره لازم نعرف ليه حضرت النبي يقول فأحب أن ينفع عملي وأنا صائم لأن العمل بالخواتيم فالعمل دلوقتي مرفوع وفي نهاية العمل المرفوع ده صيام ففي نهاية العمل المرفوع إلا حاصل العبر بالخواتيم فأنا صائم فمرفوع عملي وأنا صائم فالله سبحانه وتعالى يقول فإنه لي وأنا أجزي به فالعمل كله يبقى ماذا؟ مضروف في كرم الله في جزاء الله ويبقى إلا حاصل؟ هذا يبقى عطاء لا يعد ولا يحصى العمل ده فكأن رسول الله يرجو أن يكون العمل كله كأنه صيام فإنه لي يحصن؟ فيكون العمل كله لله مش داخل بقى في الحسنة بعشر أمثالها ولا إلا سبع مؤة ضعف لا 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 خالص ده داخل في إيه؟ في النعم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وعشان كده حضرت النبي يقول فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم السر الثاني بقى اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوم يكاد يكون يسوم شهر شعبان كله إيه اللي حاصل؟ والاستعداد الفعل لشهر رمضان أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن ينفي فكرة العبء في العبادة طب عشان ننفي فكرة العبء في العبادة إيه اللي حاصل؟ نتدرب على الصيام؟ يعني إيه التدريب على الصيام؟ هو حضرت النبي كان محتاج إلى التدريب على الصيام؟ حضرت النبي صاحب الشرعي هو بيعلمنا إحنا فحضرت النبي كان يتشوق ويتلذز ويقيم الليل كله وفي حضرة النبي مش هو اللي محتاج يتضرب هو بيعلمنا إن احنا لنتتدرب بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ففجرة التدريب على العبادة مهمة جدا 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 عشان العبادة ما تتحولش إلى عبء على الإنسان حد يقول ما تقولش كده أن العبادة عبء لأ في ناس بتربي الناس على ده فلما تتدرب على الصيام يبقى داخل على صيام رمضان اللي هو صيام الفرد وهو في حالة جسدية ونفسية جيدة وزيك العلماء بيشبهوا شهر شعبان بالسنن للرواتب اللي بتهيأ الإنسان للدخول على الله سبحانه وتعالى فزي ما بنصر للسنن قبل الفرائد عندنا كمان شهر شعبان سنة لصيام شهر رمضان اللي هو الفرد وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرسخ فينا حاجة مهمة جدا جدا يكاد في نمط التدين اللي انتشر يجي من مئة سنة ومتمئين سنة عندنا في حياتنا هنا أحد بيكرس فينا إن العبرة في التدين وفي المعاملة مع الله ليست العبرة بالأرقام ولكن العبرة بالمعنى التدين اللي بيخلي العبرة بالأرقام وبالعدد ده تدين أنا بسميه بالتدين الكمي لأنه بينظر إلى السلوك مفرغا من المعنى مفرغا من القيمة وعشان كده العبرة في العبادة إنك تسوم شعبان كله وتضغط على نفسك ولا العبرة إن انت تعمل من العمل ما تجد فيه قلبك وما يبقاش عندك إحساس بإن العبادة دي أعمال شقة تحتاج معاها تتعب وتحتاج معاها ترهق وتحتاج معاها إن انت تمنع حياتك فعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إيه لحصل خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمله هنا بقى شوف السيدة عائشة فهمة إزاي وشوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إيه لحصل أكيد السيدة عائشة كانت وكأنها فهمة شوية أشياء إن الرسول الله كان بيواصل فكان لما يواصل حضرت النبي الصحابة يقول له ألم تنهان عن الوصال يا رسول الله قال لست كهيئاتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين فرسول الله مكمل معانا في تفهمنا من إن العبادة جاي المقصود بها الوصول إلى العبودية لا الوصول إلى الأرقام والرصيد طب إيه علاقة ده بالله بيقول له حضرت النبي إن نخذوا من العمل ما تطيقون إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم عايز يخلينا نخلي العمل جزء من حياتنا العمل الصالح والعبادة جزء من حياتنا فلازم عشان تبقى العمل الصالح جزء من حياتنا مش جزء من سلوكا جزء فيه فرق إن الحياة أكبر من السلوك طبعا أنا وبقولي الكلام ده بعض الناس بتعود التدايون كمي يقول له إيه ده مع العبادة هي السلوك إن أنا أعمل الحاجة وكررها لا ده أنا أعمل الحاجة وأخلاقي تتكرر فتحلو فأذوق حلاوة الإيمان فأعمالي وأنا بكررها بتحلو أذوق حلاوة الإيمان فيها لكن أنا لو بكرر العمل على إن السلوك هتتحول العبادة إلى عادة وعشان كده أحس بإن أنا إيه أحس بإن أنا فيه فراغ فلازم أعمل الفراغ ده بإيه بإن أنا صاحب عبادة أو صاحب رصيد عند ربنا فتتحول العبادة اللي كانت المفروض تخليني فقير ومنكسر إلى الله إلى شيء بيخليني أتطاول على الناس وأحس إن أنا عندي رصيد والناس دولا ما عندهمش رصيد وده أتبحسه إزاي بحسه إيه ده أنت مش صايم النهاردة بتقول للناس كده ليه عشان إنت عندك فكرة إنه هو إنت بقى عندك رصيد ولا إنت بتقوله كده عشان طب يبقى الكلام إزاي يبقى الكلام عن صيام شعبان إزاي شعر شعبان ده والله يا سيدي يا ربي ربنا يرزقنا من نفحاته وبركاته ونوره ما تجيش تقوله إنت بالضبط هواي السؤال ده عارف زي سؤال إيه هو أنت مش صايم النهاردة في شعبان ده شعبان النهاردة السؤال ده عامل زي بالضبط لما واحد بيقابل واحد بيقوله أنت واحدة بيقولها أنت ما تجوزتش ليه واحدة بتقابل واحدة بتقولها ما تجوزتش ليه أسئلة الأسئلة الفرحية ما بيكونش فيها نصيح ما بيكونش فيها فتح للقلوب فيها تحصير للإنسان على نفسه فيها أن أنت بتوجع حد لأنه عايز ومتصور أن العبادة تيلة فمي مش لهاش غير الرجالة فأنت مش جامد أنا جامد بقى أنا ليه بيقول كده؟ لأن أنا أعدت كثيرا أحلل هذا الحديث السيدة عائشة بتقول إيه؟ وكان كثيرا الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول إيه اللي حاصل؟ خذوا من العمل ما تطيقون ربط ده بسيام شعر شعبان هو نفس الربط أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينصح الإنسان أنه هو يحول العبادة إلى حياة تعالوا نقول كده في واحد بيحول العبادة إلى عادة وإيه اللي حاصل؟ فتتحول إلى الرصيد عارف أنت زي واحد بيتداخر كده؟ لا خالص إحنا العبادة عندنا مش مدخرات إحنا العبادة عندنا مغاسل للقلوب إحنا عندنا العبادة مشكات للقلوب عندنا العبادة وصل وقرب مع الله عندنا العبادة نور بيتغلغل وبيسري فيتحول إلى أخلاق تجذبنا من الداخل عشان نعمل الصالحات هي دي العبادة هو ده اللي بيقوله حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لكن ده كل ده بيضرب الأفكار بتاعت التدين الكمي اللي حاولوا يكرسوها فينا وهو أن أنت لازم نصلي طول الليل وإيه اللي حاصل؟ ونغصب نفسنا وأولادنا حضرت النبي يقول لنا ما تغصبوش شوقوا قلوبكم لله حبوا العبادة وخلوا العبادة باب مفتوح على الله وممكن عشان يخلينا أكتر سخونة الشخص بتاعت داين الكمي ده يروح سايب بقى كلام حضرت النبي المنور ده اللي هو أخذه من العبادة ما تطقيون فيسخن عننا مسائل فيقول لنا إيه؟ يقول لك إيه اللي حصل؟ أقف دلوقتي في الدنيا بدل ما تقف في الأخرة في جهنم طب ليه يا سيدي؟ ليه بتقولي كده؟ ليه بتخلي العبادة؟ أنا وبفكر العبادة أبقى حاسس أن أنا عايز أرفع رجلي الأحسن لو أن أنا ما دخلتش في الصلاة رجلي تنزل في جهنم ليه يا جماعة كل ده وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول لنا وبيطمننا وبيريح بنا وبيخلينا متزنين وبيخلينا بنحب العبادة خذوا من العمل ما تطقيقون يعني ايه خذوا من العمل ما تطقيقون؟ لأنهم مش بيقول لنا نقنل من العمل ده بيقول لنا إيه؟ اجعل العمل في طاقتك يعني ايه عمل العمل في طاقتك؟ خلي العمل في حياتك حياة لأن الله لا يمل حتى تمله والعبرة مش صليت قد إيه؟ أول ما قولي الكلمة دي يقول لي عايزنا نقلل الصلاة لا عايزك تعيش في الصلاة أضرب لك مثال مش أنت حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقيم الليل بآية واحدة؟ أنت هتقول على أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقلم من عبادته؟ لا حضرت النبي كان بيعيش عبادته مستليت قد إيه؟ ولا سمت قد إيه؟ العبرة أنت استشعرت أنت عشت قد إيه حلاوة العبادة وعشت قد إيه حلاوة الطاعة وللسه هي مجرد عندك إجراءات ومجرد رصيد هنا بقى بيبقى فيه مشكلة هنا بيقى فيه مشكلة أن يتحول المسألة في العبادات إلى منافسات وليس منها معناها أن كل واحد فينا بيساعد الآخر لكن كل واحد عايز يجري ويسبق الآخر فكده نظلنا على اللي حوالينا عن الناس لكن إحنا عندنا التنافس في ذلك فليتنافس المتنافسون إحنا عايزين نتنافس أي كل واحد فينا يدي نفس من نفسه للآخر عشان يجعله يتقدم إلى الله ينظر إلى الله فلو حد عنده نفس نفس فيه إحساس بإن الواحد يكون منكسر والذليل يعطيه لأخيه يساعده يقوله العبادة أصلاً ذل وانكسار فإن الله لا يمل حتى تمله يعني إيه ليس معنى ده أبداً أعوذ بالله إثبات صفة الملل لله منزعاً ده سبحانه وتعالى زي ما يقول أصحاب الناس الفكر المنحرف إن ربنا بيمل لا إنما ليها معنى تاني وهو أن الله سبحانه وتعالى سيجزيك على كل عمل قل أو كسر ولن يمنع عنك الأجر فاعمل ما بدلك فإن الله لا يمل من ثوابك حتى تمل من العمل الله سبحانه وتعالى يعني إيه احمل صغيراً كان العمل أو كبيراً فإن الله سيعطيك سيثيبك فإن الله يمل إنه يثيبك على الأعمال الإيه القليلة بس يتداون وعلى هذا يبقى المراد بالملل لازم على سبيل المشاكلة اللفظية يعني الله سبحانه وتعالى حتى تمله وممكن يبقى معنى الحديث أنا بحب المعنى التاني كمان معنى ده المعنى ده مهم وليس إن الملل ملل إن الملل ده نقص ونقص محال على الله تعالى سبحانه وتعالى ونزاك سيدنا الحفظ بن رجب بيقوله سمي هذا المنع من الله مللاً وسآمه ليه سآم مقابلة للعبد على مللي وسآمتي وليس المراد الظاهر كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم فإن اللي حصل فسمى إهمالهم وتركوهم نسياناً مقابلة للنسيانهم لله سبحانه وتعالى هذا أظهر ما قيل في هذا الأمر يعني هو بيقولك ده أفضل حاجة لأن ربنا سبحانه وتعالى منزهن عن النسيان لا يضر ربي ولا ينسى فيبقى هنا إيه هو ده المعنى المعنى التاني اللي أنا بحبه بقى إن الله لا يمل ولكنكم تملون فيبقى الله سبحانه وتعالى لا يمل ولكنكم أنتم تملون فإلا حاصل فالله لا يمل يديم النظر إليك ويطلب منك أن تعمل وكلما عملت أسابك وكأنه سبحانه وتعالى بيقولك ما تضغطش على نفسك بالعبادة لأن ده ممكن يخليك تمل وتسأم العبادة وتحس إن العبادة دي مش حكتك العبادة دي مش شبهك أنت مش شبه العبادة أنت مش من أهل العبادة وربنا مش عايزك تمل من العبادة ويمكن ربنا سبحانه وتعالى مدح الملائكة بكده كما قال يسبحون الليلة والنهار إيه لا يفترون يبقى الله سبحانه وتعالى عايزك ما تحصلش منك ده ما يحصلش منك هذا الملل ونزاك فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ما بيسأموش وعشان كده حضرت النبي أكد صلى الله عليه وسلم الرد على كل الأفكار بتاعت التدين الكامي ده تاني فيقول وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها وعشان كده إيه اللي حاصل لأن حضرت النبي مش عايز الناس تحس كده وده بيحصل في رمضان الناس تكتهدوا والناس في شعبان تكتهدوا فيجوا يوصلوا رمضان يحصل لهم حالة من حالات الملل والسأمة اللي ممكن يسموه التشبع بالعباد فيحصل لهم إيه سي دي فيحصل لهم اللي قاله حضرت النبي وحظر منه إن المنبتة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع فلازم إيه اللي حاصل فيقول إن أحب الصلاة مش الكتير وخلاص وإنما اللي يتداوم عليها لأن المدومة على عمل دليل على إيه امتلاء القلب وتلزز الجوارح بهذا العمل لذلك لما سؤل الرسول اللي صلى الله عليه وسلم أي العمل إيه أحب إلى الله قال أدوامه وإن قل يبقى كمان المدومة على العمل بتسهل عليك الأعمال وإيه اللي حاصل وترقيق عشان كده لازم نسمع ونتأكد إن ربنا سبحانه وتعالى مدح المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون فمدح اللي بيدوموا على الصلاة هذا مش هيحصل غير لما تكون أنت تشبعت في حب الصلاة والشوق إلى الله فلازم العبادة أنا بحب إن رسول الله سلم لماذا كان يسوم شعبان كله لكي يقول للناس إني مشتاق إلى الصيام فأزيد شوقي إلى الصيام بشوقي بصيام لشعبان إيه ده يعني حضرت النبي كان يسوم شعبان كله يعني يكاد يكون صيام شعبان كله إيه شوقا إلى صيام رمضان عارف أنت لما إيه تفضل تتذكر الحبيب لغاية ما تقابله كذلك شعبان للرسول الله سلم فأنت لازم أنت بتصوم ما تصوم من شعبان لازم تشوق نفسك إلى رمضان مش إنك أنت مهتم بالكم فإن اللي حصل فتصوم شعبان فإذا بك فرسول الله سلم قال لك خذوا من العمل ما تطيقون عشان كده نعمل شوية إجراءات مع بعض من أكتر الحاجات العبادة الاهتمام بالكيف يعني إيه الاهتمام بالكيف الاهتمام بالمعنى الاهتمام بالقلب الاهتمام بالوسط الاهتمام بالفقر الاهتمام بالانكسار الاهتمام بالتعلق بالله الاهتمام بحب العبادة الاهتمام بالنظر في هذه العبادة كيف تغير حالك وتغير أخلاقك كل ده مهم لأن بعض الناس بيقول له ما تفكرش كده فكر إن أنت كل ما تزاود العبادة فخرج لنا جيل بقى من الناس عندهم عبادات كتيرة ما عندهمش اخلاق طب نعمل ايه نترك العبادة لا ايه نعيش جوه العبادة بالعبودية يعني مش ممكن واحد يكون اصلا بيبص الواحد باحتقار وهو داخل في الصلاة متزلل الى الله لكن هو داخل في الصلاة وهو حاس ان هو هيطلع بشنطة حسنات وهيطلع برقم من الحسنات وخاصة لو راح صلى جماعة وغيره ما صلىش جماعة فهو طلع مساكين مساكين وعد عن ربنا احنا عندنا كانوا يقولون ايه يقولون حاجة وهم بيربونا كل واحد هتشوفه اعتقد ان هو ولي اعتقد ان هو عبد الله انت اللي عارف نفسك وعشان كده يبقى ايه اللي حاصل نهتم بالمعنى اللي في العبادة نهتم بالقيمة اللي في العبادة نهتم بالخلق اللي في العبادة نهتم بالانقسار اللي في العبادة وخاصة في عبادة الصيام اللي بيأتي موسم شعبان فيها حاجة تانية اللي احنا نعملها الالتزام بالحاجة اللي بيحبها الانسان من اواب اواب العبادة يعني ايه اللي حاصل شعبان جنة شعبان مش بس الصيام شعبان ذكر شعبان وصل شعبان بر بر والدين شعبان سيرة ارحام شعبان كل النفحات كل الوصل ده عشان احنا كمان هنعمل كده في رمضان فانتنوع في العبادات عشان لان رسول الله خذوا من العمل ما تطيقون فواحد بيطيق الصدقات واحد بيطيق هذا يلا توكلوا على الله يبقى تانية حاجة ما تجد فيه قلبك اعمل من العبادة ما تجد فيه قلبك لان رسول الله إنت ازاي تطيق العبادة لما قلبك يكون في العبادة لما قلبك متعلق بالعبادة الحياة الثالثة اللجوء على فكرة لازم نرجع لنا تاني ان الناس في شعبان متنوعين العبادة مش لازم كلنا يبقى عبادتنا واحدة واحد ما بيطقش الصيام يا اخي تحزنه على نفسه ليه واحد بيطيق الصدقة واحد بيطيق صلة الارحام نخلي الناس تفرح مع الله كلنا كلنا نفرح مع الله حاجة التالتة ان احنا نقل إلى الله سبحانه وتعالى بالتضرع والدعاء والمسكنة وإن اللي حاصل ونقعد نور ربنا لا تزق خلوبنا بعد اذا هديتنا وهب لنا من لدونك رحمة انك انت الوهاب ادعو ربنا وناجو ربنا خامس حاجة اقرابي حاجة ان جيه دعاء عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يا ريت ندعيه اللهم ان نسألك السباتة في الامر والعزيمة على الرشد يا رب نسألك السباتة والعزيمة يا رب العالمين ولا تمنعنا ابدا من هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكسر من هذا الدعاء انه يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وكان صلى الله عليه وسلم يقول فسأل الله ان يجدد ان يجدد الايمان في قلوبكم يا رب جدد الايمان في قلوبنا وكان حضرة النبي يقول ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين هذا شعبان الكريم المليء بالنفحات هذا شهر التحول التحول من قبلة الى قبلة فاللهما اجعل قلوبنا دائما محاولة اليك ودائما مقبلة عليك اللهم اننا نسألك في هذا الشهر ان تجعل قلوبنا معلقة بك وان تجعل قلوبتنا تعرف لزة القرب منك اللهم اجعلنا في كل يوم نصوم وفي كل صداقة نتصدق بها وفي كل دعاء ندعو وفي كل رحمة نرحمها وفي كل سير في حاجة انسان في هذا الشهر نرى وجهك الكريم ونرى ودك ونقترب منك اللهم اننا نسألك ان تصرف عن قلوبنا ان نطلب منك الرشيد فان يا ربنا نرجو منك في هذا الشهر ان تكتب اسماءنا في ديوان العبيد يا من بشرت العبيد فقلت لهم أليس الله بكاف عبده نسألك الكفاية في شعبان ونسألك الهداية في رمضان لكي نكون في ساحتك على الدوام يا رحمن بعد الفاصل يا سادة نلتقي بحضرتكم ونقرأ اسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نمج ولا تعسره ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضرتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نمج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها اسئلتكم المبركة وان نجيب عليها في حضرة مولانا سبحانه وتعالى اللي بنسأله سبحانه وتعالى انه يذكرنا عنده ويوفقنا ويهدينا الى سواء السبيل تعالوا ناخد اول سؤال وصلنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا يا شيخ متجوزة من 21 سنة ولم انجيب ولم انجيب اولاد وعدم الانجاب انا السبب فيه والحمد لله انا رضيه بقضاء ربنا علي والحمد لله وزوجي لم يتزوج باخرى لانجاب اولاد له من زوجة اخرى ولكن هو لما بيتنرفز بيشتمني ويضربني وبيهني كتير وانا ساعات برد عليه الاهانة بالاهانة لان كلامه رخم فهل استحمل واصبر واغفر له في سبيل انه لم يتزوج باخرى ولا انفصل عنه ولا رأي حضرتك ايه بالله عليك ترد علي ضروري لاني في حيرة ومش عارف اعمل ايه وجزاك الله خيرا وجزاك الله خيرا وربنا نسو على الله يكتب لك الثواب العظيم على صبرك وعلى ان انت بتعيشي بهذا الامر وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى اكتب لك الثواب العظيم وانما يوفى الصابرون اجرام بغير حساب فاعرف ان انت ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى تدخل لك الخير العظيم ومسألة ان كل واحد فينا لازم يبقى عنده نفس النعمة ولا نفس الرزق اللي عند الاخرين هتلاقي عندك رزق كتير ربنا سبحانه وتعالى وسع رزقك جدا بهذا الشكل طيب حديك بتسأليني اعمل ايه اول حاجة ما تطلق ايش بالعكس الجزاء والاحساني الا الاحسان ولا تنسوا الفضل بينكم فكملي وعيشي مع زوجك طيب بس رأي ايه رأي ان حديكم تشرفوني انتو الاثنين في مركز الارشاد الزواجي بدر الافتالة المصرية لان في حاجات لازم نتكلم عنها لان بعض الاحيين لازم في حاجات تتحسب وحاجات نحللها عشان نقدر نقتراح لها الحلول لكن نقتراح الحلول كده من غير ما نحلل ايه اللي في نفس زوجك لان ممكن احتمال كبير جدا جدا ان الواحد وعشرين سنة دي عمل التكلسات في نفس الزوج حضرتك في حاجات اقوى مش قادر يتجاوزها بمساعدة الخبراء ممكن يتجاوزها يبقى احنا ببساطة احنا محتاجين نعود وندرس المسألة ونشوف ايه الاسباب اللي بيخليه لما يتنرفز يعمل كده لانه ممكن لما يكون بتنرفز هو محتاج في الحقيقة انه هو يحس انه هو عنده حالة من حالات ملء الفراغ اللي عنده بمزيد من الحنان منك وحضرتك قد تكون بتحسي انه هو بيتكلم عليكي وبيحاول يقلل منك عشان انت معندكي انت السبب في عدم الانجاب كل ده محتاج يتفهم كل ده محتاج ان احنا نسحل تفاهمكم مع بعض وتواصلكم مع بعض لانه ممكن يكونش هو قصده كده وقصده بس ان الامر تقيل عليه فانت كمان تحسسيه بان حنيتك هتخليه يكمل ويقدر يكمل بقية الحياة معاك يبقى احنا محتاجين بس ان احنا نقوم بتسهيل التواصل بينكم لانه هو ده الحل مش حاجة تاني طيب يبقى نصحت لحضراتك تفضلي شرفينا انت وزوج حضراتك في مركز الإرشاد الزواجي في دارة الافتالة المسارية عشان نقول له حضراتكم ازاي تخرجوا من هذا الشعور الغير ايجابي وازاي تنتهوا عن ازاء بعضكم بعض السؤال بعد كده بيقول السلام عليك انا واحد في تلتة سنة وداخل على امتحاناته وبصراحة مش بطيء افتح كتاب بصراحة وكمان انا بصلي وكله تمام بس مش عارف ايه اللي انا فيه ده حاسس اني في دوامة مش عارف افوق منه بصي السيدي اكتر حاجة بتخلي الانسان يحس بهذا الاحساس هو احساسه بالملاحقة ان فيه حد بيلحقه وان فيه حد منتظر منه نتيجة وانه هو حد شارط وحاطت سبب لحبه لي هتنجح انا احبك لو ما نجحتش انا هبقى زعلان منك جدا 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 انا مش هحس ان انت ابن وهتبقى خزلتنا وكسرتنا وضيقتنا وقزيتنا قال لي ما كل الاباء والامهات بيحسوا بكده اه بس انهم صح مش صح ليه مش صح لان اولادنا يفضلوا اولادنا سواء رجحوا في الامتحانات او ما نجحوش في الامتحانات فكلامي مش لحضرتك كلامي لوالد ووالدة حضرتك لأهلك انهم ما يحسسوكش بان بقائك كابني ليهم متوقف على نجاحك يجي الاهالي يقولوا ان يا كماع احنا ما اكيد ما قلناش لابننا كده احنا انتوا عا فعمين يعني ايه كلكم راعين وكلكم مسؤولين عن راعياتي انت لازم تحسسه بالامان هو دلوقتي حاسس بالخوف كل اللي عندك ده يا ابني ده من احساسك بالخوف من النتيجة وليزاك في الوقت ده انا بحب التجربة اللطيفة اللي بتقول لي الاولاد يا اولاد انت هتفضلوا اولادنا واكتهدوا وبزول الواجب اللي عليكم مش مهم النتيجة ستكون ايه لان على فكرة انك تخلي اولادك واقفين على ضوافرهم ان تخلي اولادكم عندهم هذا الاضطراب النفسي والاضطراب العصبي ده هو النتيجة ما بتتغيرش لكن ابنك هيطلع هو متضايق وحزين وحاسس ان انت ما بتحبوش هو يقول لي ده انا بحاول احفزه اه بلاش طريقة التحفيز اللي انت بتحفزه بيها دي طريقة التحفيز اللي انت بتحفزه بيها دي توصله الى الاضطراب طيب وانت عشان ايه تعمل كده اسمع كلام حضرت النبي حضرت النبي قال لك ما كان الرفقه في شيء الا زانة وما نزع من شيء الا شانة فانت يا ابني المسألة مش فيك انت بس مسألة في الاهل اللازم الاهل يعملوا ايه يهدوا شوية يهدوا شوية يعني ايه طالما انت بتذاكر وبتحب طالما انت بتذاكر زاكر يبقى ايه اللي حاصل شيل العبء اللي عليك وزاكر ليه زاكر محبة في العلم زاكر محبة في ان انت تبقى انسان بتبني نفسك المذاكرة يا ابني بتبني للشخصية المذاكرة دي بتفتح الافاق المذاكرة دي بتخلي الانسان احسن انت لو ما ذاكرتش دلوقتي هتبقى المعلومات دي والمعارف دي انت محتاجة بعد كده وما عندكش حاجة تعيش بيها في حياتك كتير من الناس اللي بيعيشوا وبتعلموا ما بيبقاش فاهمين ان العلم ده بيخلي عقلهم تتنور تتنور يعني ايه مش انه عارف المعلومة بس عارف طريقة التفكير طول ما انت بتتعلم طول ما تفكيرك بتحسن فانت تكتهت في الفهم ده انت لو فهمت هتجاوب صح وهتبقى زي الفل فانت حاولت تتعلم وحاولت تذاكر عشان تبقى تبني نفسك بعيد بقى عن قزمة بقى السنوية العامة والاضطراب النفسي وانا لو ما حصلش انا فقدت الاحترام وفقدت شرف العائلة يابا لازش الكلام اللي مروش لازمة ده ان الله يحبه اذا عمل احدكم عملا انا نتقنه اتقن مذاكرتك وبس طب والنتيجة بيد الله ان الله لا يضيعه اجر من احسن عملا فنصحت لك اعمل زي ما انا بقولك كده اتقن عملك واحسن عملك واعمل جدول لمذاكرتك وخذ من فراغك لشغلك زي ما حصلت النبي صلى الله عليه وسلم ترتب جدول وتعمل ايه وترتب وقتك وانطرق ان شاء الله كل ده ان شاء الله يكون في فتح وبركة عليك ولو حصل ده هتلاقي حياتك كلها هتغيرت وخرجت من الدوامة دي طالما انت بتعمل ايه طالما انت اتقيت الله سبحانه وتعالى واتقنت عملك وسرت في الطريق الى الله سبحانه وتعالى وعرف ان الله سبحانه وتعالى لن يضيعك ابدا ايه ايه اللي حاصل لما الانسان بيعمل ان ربنا امر به لما يضيعوش السيدة هاجر قالت لسيدنا ابراهيم اه الله امرك بهذا قال نعم قال اذا لن يضيعنا يبقى انت لو انك انت عملت لامرك ربنا بيك مش هتضيع ابدا وهو دوات اللي قاله مولانا سبحانه وتعالى ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا يبقى انت احسن عملك واتقنه ولا تخاف لا تخاف ودايما طمن اهلك طمن اهلك ان انت ان شاء الله بتصير بالاتقان وبتصير بمعرفتك بوجبك يحسوا كده انهم بيتعاملوا مع رجل ويتحس فجأة ان انت نضقت مهم جدا جدا ان في السنوية عمل الاولاد ينضجوا لان بعد كده هيروحوا لمكان هم بيتهيأوا فيه عشان يفتحوا بيوت بيتهيأوا لسوق العمل في الجامعة فهم محتاجين يكونوا خارجين من السنوية نضجين فانت يا ابني ادي فرصة ان نفسك ان انت تبني نفسك وتنضج وانت في السنوية يعني ايه تنضج يعني تحس ان المسئولية ليست للمساءلة ولكن المسئولية ماذا لبناء الشخصية المسئولية جزء من بناء الشخصية وعشان كده ايه اللي حاصل كلكم راعن وكلكم مسئولون عن رعيتي يبقى ايه اللي حاصل عشان تبقى جاهز للرعاية ترعى نفسك وترعى اهلك وترعى احبابك وترعى العمل وترعى الخدمة اللي انت بتعملها للناس انت محتاجة تفهم يعني ايه مسئولية فانت محتاجة تبني شخصيتك فابني شخصيتك وتوكل على الله ومسيبك من كل حد يخوفك انت مش محتاجة تخاف كيف تخاف وربك يقول لك أليس الله بكفن عبده ما تخافش يا ولدي ما تخافش وقول لأهلك ما يخافوش وعيش في امان الله سبحانه وتعالى وذاكر وانت بادي بادرهوه يلا زاكر واكتهد وما تنتظرش ما تأجلش ابدا الاعمال سارع الى مغفرة من ربك لان العمل كل ما تعمل ودايما انت لما تنام وانت اكتهدت في المذاكرة وتنام وانت حاسس ان انت اكتهدت وارهقت من كتر مذاكرة تذكر حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم من بات اكلم من عمل يدي بات مغفورا له وزاك سارع ولمغفرة من ربك بانت بتسارع لعشان تبات وانت كلم من عمل يدك تكلم من مذاكرتك يبقى هتباته انت ايه هتباته انت مغفور لك لما تعمل ده ربنا هيشرح قلب اهل والدك والدتك وربنا هيسلك امرك وكل ده يزول ياب كل ده يزول يبقى انت محتاج ان انت تعمل ده ان شاء الله ربنا هيكرمك ويفتح عليك ويعطيك عطاء وافرا السؤال اللي بعد كده بيقول ربنا يبارك فيك شخنا شكرا على الجهد والفكر انوار العلم ربنا يحفظك جزاك الله خير كنت عايزة جزاك الله خير كنت عايزة اسأل هل انا لو بقول في القيام من الركوع مثلا صيغة حمد اخرى سهوا او تعودت عليها دي تبقى بدعة لانو كان حد قال لي لما زودت كلمة او كلمتين ان دي بدعة احنا لازم نجدد نجدد فهم الناس لمفهوم البدعة قال لي ازاي يعني هل هسألك سؤال هو اذا كان هو بيقول ان بدعة يعني ما وردش الشرع بيها ولا بدعة يعني ما عملهاش حضرة النبي ما هو ليس كل من عام ما لما يفعله حضرة النبي يبقى باطل ولا يبقى حرام لان البدعة يعني اللي ما عملهاش حضرة النبي خمس انواع الحاجات اللي ما عملهاش حضرة النبي خمس انواع اول حاجة ان في بيدعة واجبة بيدعة واجبة واجبة يعني واجب علينا قال له هاه زي جمع المصحف کده ما هو جمع المصحف الرسول الله صلّم ما جمعش المصحف رسول الله الصحابة جمع كتبوا رسول الله صلّم المصحف لكن هو لم يجمعه بدء الجمع من سيدنا او بكر وبعدين سيدنا عثمان وبعدين اكملو سيدنا عمر بن عبدالعزيز يبقى إلا حاصل يبقى جمع القرآن وجعل القرآن في مصاحف هذا لم يفعله رسول الله سلم ودي بدعة واجبة الفقه كعلم العقيدة كعلم التسكية كعلم كل دا ما كانش موجود في عصر النبي لكن بدعة حسنة بدعة واجبة وفي بدعة مندوبة رسول الله سلم احنا خلاص قديمين على شهر على شهر رمضان رسول الله سلم صلى في اليوم الاول بالصحابة خرج فصلى الصحابة معاه ثم خرج فصلى الصحابة معاه في اليوم التالت ما خرجش ولما سألوه ما خرجتش لرسول الله قال خشيته ان يفرض عليكم فجي سيدنا عمر فعمل ايه فخلاهم يصلوا الشهر كله وجمعهم على سيدنا ابي ابن كعب على عشرين ركعة كل دوت ما فعلوش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جمعهم على قرق واحد ويكملوا رمضان كله ويصلوا عشرين ركعة ما عملوش حضرة النبي كل ده ودي بضعة مستحبة ونزاك لما سألوه سيدنا عمر قال نعمة البضعة هي فيبقى فيه بدعة واجبة وفيه بدعة مستحبة يعني الحاجات اللي ما عملوش حضرة النبي لو احنا عملناها ممكن تكون واجبة وممكن تكون مستحبة وممكن تكون كمان ايه مباح زي اللبس بتاعنا ده وزي الأكل بتاعنا ده كله ده ممكن يكون فيه فيه مباح الأصل فيه النواة الأصل فيه النواة يكون مباح طب بعد كده إيه اللي حصل وممكن تكون بدع مكروهة لو بتأدي إلى حرام وممكن تكون بدع حرام زي الويسك والشامباني ما هو بدع برضه بدع بس بدع حرام لأنه هو مسكر طيب يبقى البدع فيها الخمسة دول الصحابي لما جه وادرك الركوع فلما أم الركوع قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا على فكرة ده ما كانت شعله حضرة النبي ده الصحابي قاله لدركة أن حضرة النبي قال من قال ما قال فالرجل خاف أن يكون أفسد الصلاة وأفسد صلاة الصحابة فسكت فقال من قال ما قال وقد قال حسن قال أنا يا رسول الله مطم قال لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يرفعوها إلى السماء فمسألة أنت الصلاة كلها ذكر إذا أنت زدت بقصد الذكر صلاتك صحيحة إذا أنت زدت بقصد الذكر فصلاتك صحيحة لأن الصلاة كلها ذكر إذا فصلاتك صحيحة لو قصدت بهذا أن تذكر الله سبحانه وتعالى لأن الصلاة كل ما فيها هو ذكر لله سبحانه وتعالى هو ذكر لله يبقى هنا يبقى صلاتك صحيحة إن شاء الله رب يسوحا وتعالى يكرمك ويفتح عليك يا سادة احنا تكلمنا النهاردة عن حاجات مهمة كل اللي عايز يفهم العبادة بشكل صحيح ويفهم علاقتنا من مولانا سبحانه وتعالى ويفتح قلبه على شهور النفحات الكرام المباركات يا رب نسألك وأنت تعرف أننا نفقراء مساكين يحتاجون إليك أنت جعلتنا في هذا الشهر مبارك شهر شعبان نسألك بجودك ورحمتك وفضلك وكرمك أن تجعل هذا الشهر شهر فتح للقلوب لنرى المحبوب لنرى أنورك يا غفور لنغرق في النور وتجعلنا يا ربنا بهذا من أهل السرور وتذهب عنا البور وتجعلنا يا ربنا من أهل الطهور فتجعل قلوبنا طاهرة خالصة خالصة لك وحدك اللهم إنا نسألك في هذا الشهر أن تعلمنا الأدب معك وأن نتعلم أن نذوق حلاوة العبودية فنذوب في أنهار العبودية لك يا رب العالمين علمنا أدب العبودية وعلمنا أدب الانكسار والتزل لك واجعلنا لك شاكرين في ساحتك حاضرين وعلي نعمتك شاكرين يا أرحم الراحمين واسع مشهدنا واجعلنا من أهل الأنوار ومن أهل الأسرار لكي نبقى في حضرتك يا غفار يا رب العالمين